موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال نخصصها اليوم للحديث عن عملية مرحبة 22.2000 بعد توقف دمى سنتين بسبب أزمة صحية غير مسبوقة تعود عملية مرحبة هذا العام التي انطلقت بحزمة من التدابير التي تروم ضمان تنقل سلس للمغاربة المقيمين بالخارج نحو وطنهم الأم وتقدم الجالية والمغربية التي تعد رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية مساهمة وازنة لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلى المستوى السياحي فإن دورها أضحى حاسما أكثر من أي وقت مضى من أجل المساهمة في نجاح الموسم الصيفي وبالتالي دعم دينامية الانتعاش الاقتصادي بالمملكة طبعا لهذا الموضوع ولمعرفة معلومات أكثر عن هذه العملية أهمية هذه العملية أسعدنا أن نصدف معنا في الستوديو الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا عملية مرحبة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بعد عامين من جائحة كورونا ما الذي يميز هذه العملية هذه السنة؟ ما خصوصية هذه النصخ؟ نعم خصوصية عملية مرحبة لسنة 2022 أنها فريدة ومميزة لاعتبارات متعددة منها أولا أنه كان في مرحلة انقطاع في العلاقات التنقل يعني فيما بين الجالية وأرض الوطن عن طريق الممرات الإسبانية لاعتبارات ديبلوماسية وأزمة ديبلوماسية كانت غير مسبوقة وثم كذلك لتراجع عدد الراغبين للوصول إلى المملكة المغربية بمناسبة الإجراءات الصحية التي صاحبت عملية انتشار وباء كورونا وعلى العموم يسجل بأننا هنا في مرحلة فريقة أولا من جهة يعطى الانطباع من خلال هذه العملية لأنها ستؤسس وجها جديدا لشراكة ندية فيما بين المغرب وإسبانيا ويجب أن تكون العملية في سياقها العام ولا تنظيميا ولكذلك عائدات من حيث العائدات بأنه يجب أن تترجم هذه الرغبة الطواقة لخلق علاقة شراكة جديدة تعاونية ندية ومتميزة على كافة المستويات هذا من جهة ثانية هناك كذلك فترة الانحصار الذي خلفت رغبة متعددة للعديد من الجالية المغرب التي تريد أن تزور أرض الوطن من هذه النقطة لماذا يتوقع اليوم أن يكون عدد الوافدين من مغاربة المهجر أكثر بكثير من السنتين الماضيتين لماذا؟ طبعا بكل تأكيد ستكون الفارق العددي يزيد أكثر عن فترة أو عن عملية مرحبة 2019 ولماذا؟ لأنه قلنا لأن هذه الفترة الانقطع فضلا كذلك على السهلات التي يقوم بها المغرب خلال هذه المرحلة حيث تم اعتماد عدد كبير من السفن وتم كذلك اعتماد إجراءات جديدة تتعلق كذلك بالمساطر الإدارية بحيث الآن صارنا نتحدث من الجانب المغربي عن القنصليات الرقمية بالتالي لا من الناحية الإدارية لا من الناحية التقنية لا ما يصاحبها كذلك من الموارد البشرية التي ستقدم أعمالا اجتماعية وكذلك صحية ستكون رائدة ومميزة لذلك اليوم يجب أن نؤكد بأنه لا سواء الجانب الإسباني ولا المغربي يقدمون خدمات على أرفع مستوى مقارنة بالعملية السابقة تتويجا لهذه العلاقة الجديدة التي تنشأ اليوم على أسس جديدة بين المغرب وبين إسبانيا ولا أعتقد بأن كل الطرفين سيفوتوا من حيث جودة الخدمات حتى تكون هذه العملية في أحسن الظروف نعم نود أن نفصل أكثر في جودة هذه الخدمات طبعا عملية مرحبة عملية ضخمة عملية بهذا الحجم أكيد سوف تشكل تحدي أمني تنظيمي لوجيستي كبير جدا ما الذي يميز نسخة هذه السلام من ناحية هذه التنظيمات اللوجيستية دكتور الفاتح طبعا هناك تحدي تحدي على مستوى تعبئة موارد مالية وكذلك لوجيستيكية وبشرية من أجل أن تمر العملية في أحسن الظروف كذلك تحدي هو كون أن العملية يجب كذلك أن تناقش في سياق العلاقات التعاون الأمني والقضاء فيما بين مغرب وإسبانيا وأعتقد بأنها التعاون لم ينقطع حتى في ذلك الأزمة كذلك تحدي كذلك يقابله رهان مهم جدا يتعلق بأن العائدات المالية من عملية مرحبة هي عائلات مهمة بشكل كبير على سواء الخزانة الوطنية للمملكة المغربية وكذلك عامل مهم كذلك في تنشيط رواج تجاري وكذلك سياحي واقتصادي بالنسبة لإسبانيا بالإضافة كذلك إلى الشركات التي تشتغل في مجال النقل الكبير مثلا أو على مستوى الشحن البحري حيث ستنشط المناطق البحرية المغربية الإسبانية بشكل هائل ومهم لذلك يتحمل البلدان كل هذه المصارف من أجل هذه العائدات المالية بالنسبة للمغرب بالتحديد طبعا عملية مرحبة تشكل رهان اقتصادي كبير بالنسبة للمغرب في اعتقادك دكتور الفاتحي كيف يمكن لعملية مرحبة أن تساهم في انتعاش اقتصادي في المغرب خصوصا في هذه الفترة ونحن نعلم بأن الاقتصاد الوطني يعاني ضرفية صعبة جدا مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات تضخم عالمي كيف يمكن لهذه العملية أين تكمن أهمية هذه العملية بالنسبة للاقتصاد الوطني أعتقد بأن عملية مرحبة لهذه السنة وبالنظر كذلك إلى أعداد الجالية التي ستعود إلى الوطن وما يتوقع كذلك من عائدات مالية بسبب التحويلات ستكون كذلك مهمة جدا تعد قبلة حياة بالنسبة للاقتصاد المغربي خاصة في القطاعات التي عانت أيام يعني كوفيد وخاصة القطاع السياحي لذلك ينتظر أن نعيش يعني رواجا تجاريا سينشط العملية التجارية بشكل كبير لا سواء بالنسبة للمرافق التجارية ولا سواء كذلك بالنسبة القطاع الخدمات وخاصة السياحة وخاصة كذلك حتى المقاولات لأنه عملية مرحبة لا تروم بالأساس خلق نشاط تجاري ولكن كذلك خلق نشاطات استثمارية سيما أن العديد من المغربة الذين ربما كانت لهم رغبة في السابق في أن يقيموا بمشاريع استثمارية والتنموية مهمة بالمغرب سيكون هذا هو توقيتها لذلك ربما العملية تحتاج إلى مصاحبة من أجل استغلالها بشكل أكبر لذلك اليوم كذلك المغرب في حاجة إلى خبرات وإلى كفاءات لدى الجالية المغربية للمشاركة في مجموعة من الأوراش المقامة اليوم في المغرب هذا من ناحية المغرب نفس الشيء كذلك يمكن أن يقال عن الجانب الإسباني اسمحني سوف نتحدث عن هذه النقطة طبعا قبل ذلك في اعتقادك هل يمكن أن يكون لهذه العملية أي تأثير في الاقتصاد الوطني بمعنى هل يمكن أن تكون عامل حاسم وأن تخلق متغيرات اقتصادية في المغرب طبعا بكل تأكيد قلنا بأن التحويلات مهمة الكفاءات كذلك للجالية المغربية مهمة هناك مشاريع تقام على أرض الوطن هناك كذلك رغبة كذلك في إقامة مشاريع استثمارية من قبل العديدين من الجالية المغربية ويجب كذلك أن نميز هذه الإضافة إلى ما يمتلكه المغرب من ضمانات تتعلق بتماسك وكذلك استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي لأن هناك اختبارات تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وهناك أزمة الغداء أزمة طاقة لكن الاقتصاد المغربي لازل قويا لازل متماسكا لازل منضبطا وهناك كذلك تحديات سابقة تعلقت بعملية الحاجر الصحي التي دخلها المغرب لمدة طويلة وكذلك ما تكبده الاقتصاد المغربي كذلك من تراجع يعني معاملاته المالية ورغم ذلك حافظ على استقراره بفضل المشاريع أو بفضل كذلك التدخل التي قامت بها المملكة المغربية إذن هناك عامل تقى أساسي سيعزز رغبة الجالية المغربية للتدخل في الاقتصاد المغربي لأن هناك ضمانات حقيقية على مستوى النجاح ولذلك لا أعتقد بأن الجالية المغربية لن تأخذ بأي فرصة من أجل استثمار موارد مالية المملكة المغربية ماذا عن أهم القطاعات التي ستستفيد من هذه العملية ذكرنا السياحة ماذا عن قطاع النقلة من المتوقع عبور حوالي 123 ألف سيارة هذه السنة ماذا عن هذا القطاع طبعا القطاع هو الآخر يجب أن نتحدث عن القطاع النقل الجوي وكان هناك معاناة حقيقية بالنسبة لشركة الخطوط المغربية هذه فرصة لإعادة امتداداتها لا سواء بين أوروبا والمغرب ولا سواء كذلك بين أفريقيا فضلا كذلك على إطاع قطاع النقل لا سواء بالنسبة للبواخر مثلا التي تقوم بعملية شحل وعملية كذلك التواصل فيما بين يعني ضفتي البحر الأبيض المتوسط لا سواء في السواحل الإسبانية أو البرتغالية أو الإيطالية أو الفرنسية ستكون العملية جد نشطة وحتى على المستوى النقل البري من خلال الحافلات وغيره إذن قلت هنا قطاعات مهمة ستستفيد فضلا عن رواجين اقتصادي كبير ستعرفه كل مختلف الأقاليم سيما أنه العائل الجالية المغربية يعني تتدخل في إقامة أنشطة واحتفالات عائلية وهذه فرصة كذلك من أجل الزيارة فضلا كذلك أن الجانب التقافي هو الآخر مهم بفعل التلاقح الذي كان قد توقف فيما بين الجالية وهناك جانب آخر يعني نود أن نذكره طبعا يتعلق به تأثير هذه العملية في اقتصادات الدول التي تشكل نقاط عبور بالنسبة للجالية المغربية طبعا نذكر إسبانيا إيطاليا وفرنسا نخصص أكثر في إسبانيا أعتقد بأن ربما الإسبانيا كانت مضطرة لأن تعيد حسابتها في العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية سيما بعد توقف عملية يعني مرحبة انطلاقا من سوحلها وهو ما كبدها خصائر كبيرة بسبب إغلاق المعابر الحدودية وكذلك البحرية وطبعا هذا يؤشر بأن لا سواء الدول الغربية التي تقيم بها الجالية تستفيد كذلك موسميا من عائدات مالية مهمة تتعلق بعملية النقل تنشيط كذلك أو إيجاد رواج اقتصادي وكذلك تجاري بالنسبة لسفنها وبالنسبة للقطاع السياحي العامل في هذا المجال ولذلك الأهمية هي متبدلة ومتقاسمة ولذلك كانت إسبانيا تحرص أساسا على كيفية الارتقاء بهذا المجال لأنها يدر عليها مداخل مالية مهمة نعم الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على كل هذه المدحة أهلا المصدر ختموا هذه الفقرة ومشاهدين أشكرا لكم على حسن المتابعة تحية لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة